كابتا عجلالي ممكن طبعا حالكا لتبتتكلم عن البطولات طبعا ما شاء الله يعني طبعا هاجلات تاريخ حققت البطولات كثيرة جدا وفي مصر يا منتخب مصر وفي النادي الاهلي كمان وبر chor ومما أكونية بطولة 일반 nutrition والبطولة طبعاً لم أقدرش أنساها يعني أنا بعدي 2008 تاني سنة احتراف في إيطاليا يعني كان نقصت شهر في الموسم يعني حصل لإصابة في كتفي رجعت عملت عملية كان هنا في بطولة أفريقية للناد الآل هنا كانوا بيلعبوا فيها زمالك في الفاينال كنا كسباني 2-0 طبعاً كنت أفرج على الماتش يعني كنت خلاص يعني كنت عملت العملية وكنت أهلت وراجع فطبعاً السنة دي كنت قاعد ما بعملش فيها حاجة يعني هي عملية وتعيل وبيجي طبعاً هنا بشوف الأصحابي والمدربين والنادي هنا طبعاً بودهم ومعهم على طول كل فترة فحصل بقى موضوع البطولة أفريقية كنت بتفرج طبعاً من المدرجات عليها طبعاً حصل إخفاق طبعاً يعني زي منقول بطريقة يعني صعبة في الرياضة اللي أنت كنت تكون كذبانا شوتين والخصم يرجع أمر طبيعي طبعاً بس يعني مش متعودين أن تحصل في نادي الأهل يعني جوه النادي وكان طبعاً موضوع صعب كنت بتفرج طبعاً على المدرجات طبعاً يعني زعلت يعني قبل الموتش ما أخذ كمان باتنين بونت تلاتة بونت خلاص سبتم مدرجات ومشيت كنت زعلان يشاء السامياء العليم ربنا الحمد للرب يكر من السنة اللي بعدها يعني كنت موك نرجع إطاليا تاني لأ النادي طلبني واللي نرجع صفوفه تاني لمدة سنة رجعت والحمد للرب عمين كان ساعتها نفس السنة ديت كان معانا نائب طول أفريقية برضو كالزمالك بس كنت نلعب في تونس طبعاً والحمد للرب عمين قدنا نحسم الموقع علينا الحمد لله والنقسط بتاعتها واحد ونرجع بطول أفريقية كان يعني دي أحساس جميل جداً لأنا يعني السنة اللي قد شاهد فيه إخفاق حصل ما تكملي السنة أو تكملي السيزن وترجعي تاني مع الدرب بتاعي وتكسبي بطولة في تونس وترجعي لجمهور فرحان بيا دي كانت من أصعب بطولتنا يعني شفتها في تاريخ ندل ألي لكن عبدالله إيه البطولة اللي كان نفس حضرتك تحققها بس لحد وقت ما قدرتش أو يعني نفسك حققاً إن شاء الله الفترة اللي جاية مع نادي الأهلي أو برضو مع المنتخب يعني بالله يبص يعني يعني الحمد للرب عمين أنا شاركت في كل البطولات يعني روحت أولمبياد بكين روحت مع نادي العليكاس أنا من الأندية الحمد لله كسير بتأفريقيا دوريكاس مع المنتخب روحت كاس عالم بطوة عالم فالحمد للرب عمين يعني كل البطولات الحمد لله شاركت فيها أو اللعبت فيها فالبطولات الفوليوم إحنا مزاي يعني الموضوع مزاي الكورة أو زي البسكت لا الحمد للرب عمين إحنا الموضوع عندنا يعني الحمد لله شاركنا في كل ألعاب أمر عمين اللعب اللي في منتخب مصر برضو أو النادي الأهلي كان نفسك تلعب معي بس الحل دقيقة برضو ملايبتش جنبه أو ملايبتش معافي في نفس الفريق يعني بس نفسك تلعب معي يعني كنتون تلعبوا في نفس الموضوع مع بعض كنوا مع بعض في التمارين والله يبص يا سلا طبعا أنا حضرت يعني زي ما قولوا الجيل الزهبي أو الدريم تيم في النادي الأهلي اللي هو كابتن ماجم مصطفى وكابتن حمد الصوافي وكابتن ميدوم سلحي وأخوه كابتن هاني وكتب أعمال رجري يعني جيل التسعينات صح؟ جيل التسعينات جيل التسعينات أنا جي نادي الأهلي 92 فطبعا كان لسه الصلاة النادي الأهلي لسه جديدة فطبعا كنت بخش أتفرج عليهم بعد كل تمرين كان نفسي ألعب معاهم طبعا والحمد للرب عامين ربنا حيالي ومنيتي دي أول ألفنات الحمد لله بعد ما شركنا مع المنتخب في كاس عالم في النشئين في مصر لنا حققنا رابع عالم ابتلينا نصعد درجة أولونا احنا صغرين الحمد لله عشان كنا يعني نواية كويسة للنادي والمنتخب مصر يعني شركت معهم كلهم الحمد للرب عامين أما الجيل الأدين طبعا كنت أسمع كابتن محمود فرق طبعا أسمع كابتن محمد شعروي طبعا أنا مفرقتش عليهم بس طبعا سمعت عنهم كتير كابتن محمد عب كريم طبعا كنت أسمع من الناس الهالية الهيلة جدا كابتن عامد فاروق من أحساليابة بأفريقيا بعد ما سمعت طبعا تسمعي الأسامي وتسمعي طبعا مستوياتهم والحاجات اللي أقدموا النادي الأهلي واجهة التسعينات وربنا الحمد للرب عامين كتاب نصيب لنا معهم الحمد لله رب عامين والمرؤوني الحادرية طبعا زي ما انتشاف كابتن ميد ومسلح يعني حضرته لاعب وحضرته مساعب مدرب وحضرته مدير فني وحضرته مدير فني متخب فالحمد للرب عامين